هذه القوم الكامل أمستقهت نجران عن طريق الرقل متجهون إلى نجران في طريق العودة إلى بلدهم مئات المجندين اليمنيين في معسكرات الجيش السعودي ممن تم استقطابهم للقتال على الحدود السعودية المقطع يظهر محتجين يتحدثون عن بيع القيادات العسكرية لهم وخذلان الجانب السعودي تقول المصادر الإعلامية إن هناك قرابة خمسة آلاف مجند تم نقلهم إلى الحدود اليمنية السعودية هذا القوم الكامل قوات أبو عبيدة أمسكلاب هذا الأسود ورب الكعب النام أسود والله إنكم أسود أسود هذا الأسود أنت من اللي بعتونا القادة يقادون إلى جبهات قتالية لمواجهة ميليشيات الحوثي للدفاع عن الحدود السعودية دون زاد أو تغذية أو إسناد حقيقي ليزج بهم في معارك خاسرة صفقات بيع المجندين اليمنيين للقتال على الجبهات السعودية إحدى بوابات الفساد العسكري الذي يلف المؤسسة العسكرية وما أكثرها يقول عسكريون إن الخلل ليس في جاهزية الجيش المقاتل بل جراء المحاصصة الحزبية والقابلية للمناصب العسكرية نهيك عن الأسماء الوهمية التي تقول بعض التقديرات إنها تجاوزت 120 ألف اسم وهمي في مأربة وحدها تقاسم المناصب العسكرية بين نافذين قبليين وحزبيين وتعيين قيادات لألوية عسكرية تؤكد أن ما يعتري المؤسسة العسكرية من فساد في عهد شرعية هادي لا يفرق كثيراً عما كان يحدث في المؤسسة العسكرية إبان حكم المخلوع صالح لكن ما هو أكثر من ذلك هو تأثر المؤسسة العسكرية بهذه الإجراءات التي انعكست بصورة مباشرة على العمليات العسكرية إذ تتهم هذه القيادات بالافتقار لقواعد التكتيك العسكري وقوانين الحرب وأعراف وتقاليد العمل العسكري فزجت بالكثير من الأفراد في معارك وتكتيكات بدائية ضد مليشيات مدربة على أيدي خبراء إيرانيين ولبنانيين لهم دراية ومهارة بأسس وقواعد المعركة الحديثة أكثر من أربع سنوات لم تكفي لتكوين جيش وطني حقيقي وحل مشكلة القوات المشكلة خارج المؤسسة العسكرية فقد أثقل الجيش بأرقام وهمية في الكشوفات وغاب عن الفاعلية الحقيقية كثيرة هي التصريحات والاعترافات بفساد الجيش وأثر ذلك على معركة استعادة الدولة لكن ذلك لم يدفع الرئيس هادي أو القيادات العسكرية لإبداء موقف للحد من الفساد وتصحيح وضع المؤسسة العسكرية ساهم التحالف أيضا بتوسيع دائرة الخلل في المنظومة العسكرية من خلال إعاقة تشكيل جيش احترافي وخذلانه في أشد المواقع حساسية